برنامجكم رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى عن سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدلهم في أخلاقهم في طاعاتهم في قرباتهم إلى الله عز وجل في سيرهم حتى نقتدي بهم ونعرف سيرهم وكيف تقربهم إلى رب الأرض والسماوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الهاد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم اليومي رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم و لازلنا على نتحدث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لهم قدم السبق إلى الله عز وجل ممن عرف بحكيم هذه الأمة الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام نعم الفارس عويمر ألا وهو أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان من مناقبه و من كلماته الطيبة المباركة ما جاء عن أبي قلابة أن أبي الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا هذا الرجل أصاب هذا الذنب فكانوا يسبونه فانظر إلى حكمته رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال لصحابه قال أرأيتم لو وجدتموه في قليب سقط في قليب ألم تكونوا مستخرجي ألم تكونوا تخرجونه قال بلى قال فلا تسبوا أخاكم و أحمدوا الله عز وجل الذي عفاكم فقال لهم بلى ذلك أحمدوا الله عز وجل أن الله عز وجل أنقذكم و لم تكون أنتم من وقع في هذا الذنب العظيم و لا تسبوا فتعينوه على أن يستمر بهذه المعصية فقال له أصحابه أفلا نبغضه أفلا نبغض هذا الرجل الذي فعل هذه الكبيرة فقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي انظر إلى لطفه رضي الله عنه وأرضاه و هذا أيضا الأمر الذي يجب أن نطالب نحن فيه أيضا جميعا فإن إذا وجدنا أخي لنا قد وقع في معصية أو كبيرة من كبائل الذنوب يجب علينا أن لا نتركه و نهجره مباشرة و لا ننصحه و لا ندعو له بل بعض الناس قد ينفر عنه و بعض الناس يشد عليه من الكلام الشيء الكثير لا بل يجب علينا أن نكون لطفا و رحما به حتى يقبل لا أن يدبر عن دين الله تبارك و تعالى قالوا أفلا نبغض على هذه الفعلة و قد جاء بعض الأثار أنه قال إنما أبغض عمله عمل الذي فعله من ارتكاب هذه المبيقات أو ارتكاب هذه المحرمات أنا أبغضه لكن إن تركه فهو أخي فهو أخي و أنا أخوه فأدعو له بأن الله عز وجل يصرف عنه هذا الأمر المنكر كعقوق الوالدين كشرب المسكرات و المخدرات كغيرها مما حرم الله تبارك و تعالى كذلك بعض ما رواه أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصيمة من الدجال الذي رواه أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الفتنة العظيمة ألا وهي فترة الدجال الذي تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أيضا في كل تحيات يتعوذ من خمس و كان منها و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف فقد يعصم بذن الله عز و جل من هذا الدجال و هذا فضل من الله عز و جل و له فتنة عظيمة بل له جنة و نار يجعل في ذلك الإنسان يعني يختل و لا يعرف أين الحق في ذلك بل يقول للأرض أنطري و للأرض أنبتي فتنبت الأرض و السماء تنطر هذه كلها من الفتن العظيمة فلذلك كان يتعوذ بالله عز و جل و حديثه بالدرداء من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال بإذن الله عز و جل مما روى أيضا أبو الدرداء في جاء الحديث الذي رواه الترمذي بسنده أن أبو الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير و من حرم قال حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير هذا الحديث له فضل عظيم و فيه أمر عظيم من الله عز و جل من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير إذن الخير بإذن الله عز وجل لمن كان رفيقا بالناس رحيما بهم ودودا بالناس لا أن يكون شديدا وذلك جاء في الحديث قوله ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم الخير إذن الرفق كله خير ترفق بأقرب الناس إليك ألا وهم الوالدين وكذلك الأولاد والزوجة والأرحام والأقارب والجيران والأصحاب وبالمسلمين جميعا إن الله رفيق يحب الرفق وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على خيره فالله عز وجل رفيق يحب الرفق تبارك وتعالى فالإنسان حينما يقبل على الله عز وجل ويعطي الرفق ويعامل الناس بهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق الرفق بالناس فيرحمهم ويلطف بهم ويقول لهم حسنا لا يقول لهم سوءا ولا يقول لهم منكرا ولا يقول لهم شرا بل يكون بعد ذلك الخير فقد جاء في الحديث فقد أعطي حظه من الخير إذن الرفق لا يأتي إلا بالخير لأنك لا تعامل الناس فقط لا تعامل الناس من أجل أن يقول فلان جواد فلان كريم فلان خير فلان فلان أنت تريد أن تعامل الله تبارك وتعالى تريد أن يثني عليك ربك عز وجل وذلك جاء في الحديث ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير الذي لا يوفق الله عز وجل للرفق بالكلمة الحسنة بالابتسامة بالكلام المعروف بالخير فقد حرم حظه من هذا الخير الذي أراده الله تبارك وتعالى به فعلينا بالرفق نتعامل بالرفق مع الناس جميعهم كذلك من كلمات أبي الدرداء رضي الله عنه وهو المعروف بالحكيم وحكيم هذه الأمة وأي حكيم لهم من بساتين الحكمة في أقواله الشيء العجاب فمن قوله رضي الله عنه قال لو أن رجلا هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت الموت كتبه الله عز وجل على كل إنسان قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشهيدة كنتم في بروج شاهقة تحسبوا أن الموت لا يأتيك سيأتيك والله عز وجل القائل كل نفس ذائقة الموت فكل نفس هي ستذوق الموت وإن الرزق يا عبد الله سيأتيك مهما هربت منه كتبه الله عز وجل والله كما جاء في الحديث إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة فيكتب كل شيء جل وعز مكتوب محفوظ في كتابك يا عبد الله في رزقك وعمرك وما أعطاك الله تبارك وتعالى بل إن هناك ملك يأتي وينفخ فيك الروح وأنت في رحم أمك فيكتب به رزقه وأجله وشقي أو سعيد كل ذلك عند الله تبارك وتعالى فمهما فعلت ومهما جديت واجتهدت فإن رزقك سيأتيك فلا تخشى من الله عز وجل شيء فأن الرازق هو الله تبارك وتعالى فرضي الله عز وجل عن أبي الدردار كلماته التي تتقاطر منها هذه الحكمة والإحسان وهذا أيضا من فضل الله عز وجل عليه إذ أنه قذف على قلبه هذه الحكمة وهذه الكلمات النيرة وهذا الإحسان من الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر